قارن ناكد شان واحد بالمئة ما عندي أموان هنا هستمية بالمئة شون سكا ولدت من جديد شون مثل واحد شان بجحيم طلع من جحيم ووصل اشي وريد وطيبة وصار اسلاحي القزمة والكرك والمنجل منذ القدم كانت الزراعة عام الرئيسي في بزوغ الحضارات من خلالها استطاع الإنسان البقاء وتحقيق النمو وبناء المجتمعات إلى هذه الأرض عاد عمران ليعيد الحياة لنفسه وللآخرين المحيطين به بعد تركه لبيئة مسمومة بأفكار القتل والدمار التقينا به هنا في مزرعته ليحدثنا عن حياته الجديدة بعد الموت الذي رأاه مع داعش يعني شون اللي خلاك بعد الانسحاب من جماعات المسلحة أن تتحول إلى العمل مباشرة إلى المزرعة والله احنا شفنا نهزمنا تعرف من طاغوت من أصابات داعش الجرامية وتوجهنا هنا واجهنا هذا المزرعة نشوف حياتنا نبدأ حياة جديدة نستثمر مال ونبدأ نشتغل نعني تعرف أنت بفضل الله سبحانه وتعالى هذه المزرعة موجودة انتقلنا من المحافظة واجهنا نايمة أهلنا وناسنا وعشرتنا والذات الشيخ والأهل والناس دعمونا على هذا الشيء هذا رزقي هذا هذا مستورثين من أب وجد المزرعة يعني هذا ملككم من زمان؟ ملكي الحمد لله وشكر ملك الله سبحانه وتعالى بس ملكني بسلمتها من أهلك رح تسلمها لأولادي شنو اللي غيرت بيها يعني أكيد بعد ما جئت انتم قلت لي كنت ممخلين بيها أحد كانت منطقة ساخنة ومخلين بيوضع الأمني ومو تمام منها وخلين بيها ظلت متروكة ووصلين بيها بعض الأصدقاء والأقارب قلناها لهم وسدينها قفلنا وطلعنا تعرف أنت بعد تروكها وجينا لقينها وشوف الوضع وظلين خلين الماء مشينا مطارات كملنا بيها عن كل شيء يعني بعد هذه العودة للمزرعة حسيت أكو فرق إيجابي من انتقلت من العمل المسلح مع التنظيمات المتشددة إلى العمل المدني والعمل داخل القرية وداخل الأقارب وداخل الأصدقاء الحمد لله أنا أنا كنتمشون مطموم جوا قاع هسا ظهرت فوق للقاع والله أشوف الحياة طبيعية وبدأنا نزرع هنا أكل ونشرونا يعني كل شيء كل شيء يعني توفر بأحسن صار يعني شنو الإحساسة التي تحس لما أنت تشتغل بهذه الحرية إحساسة يعني ما 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 عرفه جو صفلك يعني يعني شن شون مثل واحد شون بجحيم طلع من جحيم بوصل أشي وريد وطيبة وكلام كل شيء شنو الفرق لما أنت تشتغل مع الجهات لغرب العنف والدمار والقتل وتصنيع الأسلحة وما بين الفرق والعمل داخل المزرعة مع الأغنام مع الأبقار مع الأشياء مع الأشجار مع هاي الحياة اللطيفة يعني شنو بيجات المسلحة قتل البشر هنا تجي للمزرعة أشوف حياتنا يعني أنا أحب الحيوانات وطبع كل شيء أحب الحيوانات الحيوان قاعد تولد أشوف تولد قدامي أتفرج عليها في شيء كنظام كل شيء حدو هناك يقتلون البشر وأنت هي بشر وأنت قتل البشر الحيوان يعني الحيوان ما عنده أحساس لا عنده كل شيء أحسن العصابات الجرامية يعني تحس إنهم يعني الحياة اللي فقدتها لما كنت أنت منتمي الآن رجعت لها يعني كنت منتمي لا لها هي حياة طبيعية أحسن الحمد لله يعني كون سكاولدت من جديد عندك هواية قديمة بالأبقى أي الحمد لله هواية قديمة أبقار أجلك لغنام يعني لأنه ورثتها هاي لو أنه تحبها لا لا أحبه ورثناه هاي أصلاً يعني وم ورثناه وم أحبه يعني عمراني أريد نعرف شنو إحساسك بالضبط يعني إحساسك لما أنت تعيش بأمان مسترخي لا أحد يطاردك لا تخاف من شيء يعني شنو إحساسك حقيقة مع الفرق بين الإحساس القديم والإحساس الآن الإحساس نعني تعرف أنت قبل أنت أطلع من البيت القناس معدومين القناس مكتولين القناس أحزم مناسفة يفجروهم هسا أجوان ألقى الصبح حيق البلاب والوريد أفتر بمريحة طيب أهلي يمناسي أفوت يمقاربي هذا الشيء كانت ما قل ما أشوف ولا ألقاه يعني أطلع هناك ألقى جثنية مضروبات ألقى جوارين مقتول ألقى نساء مختصبات أجي هسا الصبح أجي هناك الصوت البلاب والورد هذا الفواكه هناك ماكو شيء هذا الشيء يعني مستحيل أن يكون هذا الشيء عندنا هناك أسلاحي بحزامي ألتلفت أجاني هسا طبوا على عائلتي أخذوا مرتي أخذوا أختي أتوجه هذا الشيء حسنا ماكو هذا الشيء أطلع كمرتاح مطمئن أهلي بالبيت أمن عليهم أطمن عليهم كل الأحوال يعني هذا الإحساس بالخوف على العائلة ما كان عندك قبل أن تنتمي وعدوني بأنطي منصب لأنه باوعة الغيري قام يصعد يجون عالم يتوجهون يصعدون على المناصب أفراسنا واليوم لما أنت ترجع لهذا الشغل المدني يعني شنو الإحساس وأنت تشتغل بشغل مدني طبعا أنا أقارن ناكد كان واحد بالمئة ما عندي أمان هناها سمية بالمئة أظل أأكل أشرب أخليهم أركب الخيل بيهم أفتر بيهم هنا تسوى عندي الدنيا كلها كان هناك ما أقدر أطب أغفل بابي جاهالي بثمانية بالسبعة بالستة بالليا ما يضعون بعض بالستة ما أحد يطلع من عندنا بيه هل تعتقد أنه العمل بالزراعة وبالبستنة وبالأغنام وبالأبقار يعني صار عمل يدر عليك مورد يكفيك للعائلة ويكفي للشغالين اللي عندك هناك الحمد لله أنا مرتاح مطمئن لأن جئت لقيت هنا دعم موجود وزارة الزراعة تطي تزرعنا تطل العفو تدعمنا بالأسمات حتى بالمادية همنا إذا أترعوا تقدموا على ماديهم ينطونا نزرع ونسددهم كشهرية شنو دور العشيرة المنطقة أصدقائك لما رجعتوا شنو كانت تعاملهم ويعطا هم معدوم علم بيه لأنني طلعت من فلان منطقة توجهت إلى فلان منطقة وساعدوني من شيخي من ابن عمي ولد عمي وأصدقائي زملائي علموا بي بين آنين جيت طلعت من هذا الشي طلعت من منطقة كانت ساخنة بيد تنظيم داعش وتوجهت لهذه المنطقة هذه المنطقة شوية آمنة وبيد قوات الأمنية وبيد الحجز الشعبي وبيد الحجز العشائري يعني من خلال الحديث وياك ومن خلال الحديث السابق يعني اكتشفت بيك أو لمست بيك عقلية تجارية ممكن أن نتطور الأشياء بحكم شطارتك وبحكم وضعك المهن السابق هل استخدمت هذه الخبرة لتطوير عملك الحمد لله شكرا أنا شيك وضعي وكملنا عندي مشاريع داع أريد أفتحها بس امتاني شركاء تعرف أنت الوضع المادي ما يساعد على هالشي نفتحها للمشروع عندي مشروع متوجه أريد أسوي أسماك أحوال من أسماك أريد أفتح الدواجن حلال نجيبنا حلال وظل نزرع وزراعة مستمرة وعلى ما نكمل معيشة مالتنا وأظل أفتح بهذا المشروع يعني أنت مدامك بديت وتحولت هاي التحول الكبير ولقيت ناس تساعدك ولقيت أولا نفسك تساعدك هل هذا شجعك أنه تخطط للمستقبل؟ تخطط للمستقبل ومستقبل جهالي أهمينا بأن كل شي أخلي مستقبل جهالي قدامي شون الضمان أنه أنت مراح يعني تنجرف مرة ثانية لعمل آخر شفت الظلم لا أكون ثانية لا أعدهم دين لا ديانة وضع اللي هما دخلوا به دخلوا باسم الإسلام باسم الدين بس ما اللي قينا لا دين ولا إسلام شفت الحياة جربت الحياة هناك وجربت هاي الحياة يعني مستعد له عرف شنو 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 أبيع أن أصل بستاني ما أصل لهذا الشي بعد ولا سابع المستحيلات أوصل تنظيم داعش كل جهة مسلحة بإذن بس أخدم بلدي بخدمة بلدي أنا يكون حاضر رقوبة قدامي يعني نكمل على الأدوات حتشف على شي لطيف كانت أدواتك العبو الآن أداتك الكرك الكرك قبل شانت عبو هسا كرك يحاول عمران إجغال نفسه بالعمل رغم ذلك ما زالت ذكرياته السابقة مع داعش جاثم على قلبه وعقله شعرت أن تلك الذكريات زادت توترا وبدأ ذلك واضحا من كثرة تدخينه للسكائر عمران بدأ قلقا عند استرجاعه لما مر به مع داعش حيث كان عمله محفوفا بالمخاطر وهو يصنع العبوات الناسفة تلك التي جلبت الموت للكثير من المدنيين وعناصر الجيش والشرطة يبدو أن حديثنا ذكره بأفعاله التي هو نادم عليها الآن عندما تحدثت معه حول خلفيته العسكرية طلب مني عمران أن نكمل الحديث في المنزل حيث يستطيع الكلام بحرية يعني ممكن أول مرة توضح أن من أين أتاك لقب المهندس وأنت لم تدرس الهندسة كان خبرتي مع المهندسين مع الموظفين اللي عملون بالمنشئة على السلاح على القادفات على الهوانات على التصنيع العام للسلاح يعني عندي كولاع للسلاح أحب هذا الشيء أهو هذا الشيء تحب الاسلاح كون اسلاح أم تحب الاسلاح وهو في تصنيع يعني هو في مصانع السلاح كان 3-4 جيش العراقي يستورد من التصنيع العسكري كاسلاح على كافة النوع على السلاح و كخبرتي أتفرش عليه ما أحب هاي الهواية يعني كل شيء أحب هاي الهواية بعد 2003 تحولت القضية وتحولت من مهندس أو ملقب مهندس إلى موظف بلا وظيفة شان تعرف حدنا رضايف طلعنا كلمة مظيفة كل من قلوا رحوا قعدوا ببيتة لأننا ما عدنا شيء لأننا كنا بس اختصاصنا سلاح موظفين هاي الدارة بس بي هاي الدارة بس بيها سلاح ما عدنا غير هالشيء فانتمينا كلمة نراح لبيتة قاعدونا رحنا راجعنا مرة وارتين ثلاثة قاعدونا قالوا انتم كل من يروحوا قعدوا ببيتة ما عدكم لا عدوهم لا تقاعد لأراته ولا أبد فظليت صافناني وتعرف صاحب جهال وبقيت عندي زملائي جوي صارت اصالات بياناتنا قالوا يا ابو تعال خلنا انتمي يا ابو انتمي قالوا اكو مقاومة اسلامية قلنا المقاومة شنو هاي قالوا البلد هذا الرجع القديم الرجع كله قلت له ماشي كان اختصاصي يعني ازرع عبوات اختصاص اسلاح وازرع العبوات نجاهز ألهم للطريق عما تفوت الطريق وما تفوتهم ورح نطلق عليها متى تحولت من المقاومة ومن يعني غضبك على وظيفتك اللي راحت الى التنظيمات المتشددة بداية بالقاعدة ومن ثم الى داعش تعرف صار 2014 شهر السادس عشر ستة طبت اصابات داعش طبوا من الموصل اتجوا على كافة المناطق لنبار هم كانوا قاعدة بس هم بعدين سواء هذا الاسم طلعوا داعش كانوا قاعدة مستمرين عملهم مستمر تفجير مستمر تفخيخ كل مناطق بغداد كل مناطق محافظات العراق كافة من الشمال للجنوب هم مسؤولون عليه هالش لان عصابه مثل ما يقول هاي شبكة كانت مستمرة تلك اللحظة كانت نقطة مهمة جدا مثلت نقطة اللاعودة في حياة عمران وتاريخ العراق كأمة ما الذي أغراك أن تتحول من مقاوم إلى متطرف اجتمعوا بنا وقالونا راح نمطيكم مناصب نوزع لكم ياه المناصب انتوا أولى انتوا أحسن انتوا مارستوا هذا العمل انتوا تعبتوا انتوا تعبتوا نفسكم بالتصنيع العسكري انتوا قلت لكم خبرة نحتاجكم نحضنكم انتوا هذا البلد انتوا انتوا ترجعوا واعدونا بمناصب بس مع الأسف تعتمنا اجتوا عالم قام تصعد براسنا نشوف عالم لا تتعول بالضحي تيجي منا صاروا مسؤول صارت بروسنا مات صارت الصحوة يعني يخسر مرة عادة يصحى انت خسرت مرتين متى صحيت الصحيت بعدين من شفت الناس تغيقوا صار القتل والاستمرار بالشوارع يفجرون قام يفجرون يقتلون جوامع يفجروها يختصوا نساء طفل يقتلوا يعني قام نشوف شغلات من هوها؟ اللي شرب جقارة قصة وصبعة اللي مرة زوقت جلدوها بالشارع هذا كان عقابهم الدين ونحن مشى عالدين السارق يبترون ايده هذا الدين هم كان يعني شفت هناك تناقض ما بين تصرفهم وما بين واقحهم واقحهم صح لأكد لك أكثر جوانا مو عراقين كنت لك هذا مو عراقي جاكي الشيشاني والسعودي واليمني والسوري والأردني والباكستاني والأفغاني كل هذولا صاروا هم قيادات يقودون العراق ونحن نجد نشتغل تحت أمورتهم أنت قلت لي لما كنت تشتغل في أحد المقرات كان مسؤولك أمير أمير أفغاني عمره 35 سنة يعني فرق عنك فرق 8 سنوات 9 سنوات أصغر من عندك أصغر هو يقود ويتحكم كيف يعني ما كان يشكل عندك ردفع ما شكل عندك ردفع ما شكل عندك ردفع يعني أنت مهندس وتلقى بمهندس فسأنت بدرجة مهندس منتمي لبلد ولي عشيرة ويجي شخص غريب آخر طفل ما تعرف منين جاي يقودك ما كان يشكل عندك هذا ردفع أنه تنتفذ وتغير من وضعك هم اللي ضحكوا علينا هم صحاب المنابر خطبة جمعة يصور خطابات بيناتهم نجي ننتقي بجامعة تعرف بذ مسجد وقاعد في المسجد ساعد المنبر هذولا رح يخلصوكم من الإيرانيين دورا رح يخلصوكم من الفصائل مقاومة رح تجيكم دورا رح يجيكم حجي الشعبي دورا راح يطب عليكم جيش الشيعي جيش الشيعي وطأن شي كometرا وبعداً وASH one backing Mona شّفت ابن الجنوب يجاي قاتله ابن البصرة يقاتل بالجنوب contrôle علم شفت ابن الناصر يقاتل pale شفت ابن انها علمار يقاتل بالأبن ابن بغدار يقاتل بالأبن حوث يضحب دمي الأجنة هذه شكلت عندك فت فكرة أخرى حسيت بالوطنية هل كانت عالتك مقتنعة بالقضية هل كانت القضية سرية بالنسبة لهم كانت عالتي ما عدوا معلموش لأن تعرف ما بلغناهم هذا الشي عندي أطفال عندي بنات عندي وليد ما بلغتهم هذا الشي بس هموا شكوا وآخر شي كانوا أكوا عمليات نفذها بالليل يتصون بنا بالثنتين بالليل بثلاثة أكثر تلفوناتهم شون شكوا نطلع أقفل الباب أقفلها بيدياني أطلع لحد يطلع لحد يطلع منها لحد يجي منها أباوع خلف البيت قدام البيت أصعت قبل لا أطلع لأن عندي شك إذا ما أكوا عملينا في ذلك يطبون طيب يطبون عيالي يعني هذه المرحلة مرحلة هذا القلق داخل البيت يعني ما فكرت أنه أنت ما مجبر عليه الأول أشهر طبيعي شون طبيعي روتيني عندنا إحنا الفصال وإحنا بس إحنا الدور إحنا نتجول إحنا نلعب كيفنا بعدين وراء أشهر صار على هذا الشي قتلوا زميلي اختص بابا مر الصديقي قتلوا بيت الأخ عدموا طفل لقوا تليفون عنده عدموا متى اكتشفت أن هذه التنظيمات هي لا تمثل لا مستقبل الشباب ولا مستقبل العراق هي مبينة يعني مستقبل الشباب هم هناك فلشوا الشباب ما بناولهم مستقبل فلشوا الشباب دمروا الشباب حطموا الشباب جابوهم جبروهم على هذا التنظيم هكوا مع عسكرات يلتحون بيها يدربون كل واحد 25 يوم ويخلوه يلتحق بالقطاعات العسكرية متى اكتشفتم أنه هم كذابين؟ وراء أشهر قام يطلعون بيت يكتبون علي مطلوب الدولة الإسلامية ويبيعون بكيفه ويخلي بكيفه مثلا إنسان إذا عنده مريض هسا يعبر مثلا عنده إنسان عنده عملية يريد تجيه البغداد مثلا نقول عمليات كبرى يسوها ببغداد يأخذون رهن بيته سند بيته ويجي كافيل يتكفل من المنطقة أحد عمامه ولد عمه ولد خالغه قريبين عادي يتكفلوا بهذا الشير يطلع البغداد كم يوم تجي انته مثلا عشرين يوم إذا عبر واحد عشرين يوم بيتك من باق أخذوا البيتك نتمنى أنهم يعني ما حركنا بيك مشاعر يعني ممكن أنه يعني تكون ضاغطة عليك وتريد تنساها هذا الشي ما ينسي أولش لأن هذا بقى بشروحنا لأن شفنا الدم هناك صار الدماء هواي لأن أجل شيعي نقول يقام يقاتل يخلصنا من هذا الشي الناجد الشيعي ولتعتقد أن المرحلة جاية المجتمع راح يرجع يندمج مع بعض وتنسى هاي التسميات الطائفية إن شاء الله قوة الله وجود الناس الخيرة وجود جيش العراقي حجدي الشعبي حجدي العشائري مكافأة الرهاب وجوده ترجع هذا الشي يعني أسع بعد أنه نريد نغادر لأنه شفناك دخنت أكثر من مرة يعني نغادر هذا الحديث أحلامك ماذا كنت تحلم يعني لما نكون الطفل لما نكون شاب قلت لك أنا لقبوني بمهندس كنت أكمل دراسة وأصير بمهندس يصير عندي أولادي يدرسون يخرجون يصوروا قدامي يكبرون قدامي بس هموا سووا العكس قاموا يكتلون أطفالهم قدامهم يعني أنت مع الحياة المدنية؟ مثل ما نقول على قوة العربي تشوية صارت بعد ما تتكرر كان سنة ذا إذا قنعك تنتمي لمسلحين؟ لو موت قدعني هسا وقدمك فلوس؟ لو تذبح جهالي قدامي ما روحياتي أبد؟ أبد وين رح تخلص وقتك بعد؟ بعمدي يلي هو شنو؟ بالزراعة بعد هذه التجربة العصيبة اللي مرت بك هل تعتقد أن هناك رسالة تريد توصلها إلى الشباب الذين ما زالوا منتمين إلى الجماعات المسلحة ويرغبون بالعودة للمجتمع لكن في داخلهم تخوف على أن المجتمع لا يستوعبهم القوات الأمنية لا تساعدهم عوائلهم انقطعة علاقتهم بيهم هل تشجعهم على العودة للمجتمع؟ والله أشجعهم كل جهودي كل أملي أقول لهم ورجعوا بلد أمان والحمد لله صار بكم صار بي يعني أحد معنون يعني هم كانت وعنصروا إياهم أجيت هاي قوات الأمنية هاي الحجد الشعبية حجد العشائي رحبوا بي العفو العفو يعني الحكومة لازم تطيع العفو وأقولهم تعالوا وستكم أمين يعني هل تفضل الحياة المدنية على الحياة العسكرية؟ طبعا الحياة المدينة وين العسكرية وين يعني هي صارت مثل ما يقول هي هاي السياسيين يسو هذا البرنامج اللي هسا هم خارج عمان بربيل خارج العراق بسطنبول قسم السياسيين مرتاحين وقع بها هاي الشعب الفضيل الشعب المنظوم هاي يعني تعتقد أنه أنت ومن أمثالكم ضحية العملية السياسية السيئة وليس الإيجابية؟ نحن 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 نصن احن نحن 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 كما يقول ذنبنا هذا احنا تحملنا هذا الذنب الذنب صار علينا كل هذا الذنب حيشنناه حياة جهان مستقبل جهان مدارسنا أطفالنا عني شون ننرهم صارت السنتيئة محرومة مدرسة شون شون ننرهم من المستفيد من ما حدث وما حدث لكم وما حدث للمجتمع السياسيين اللي وقعت بها المحافظات وقعت بها الموصل وقعت بها بيجي تكريد رمادي رمادي على بكرة أبيه مثل ما يقول من أبغرية بالغربية كلها يا مقابر جماعية نوبا احنا شفنا مقبرة جماعية لقينا تقريبا 250 جندي منطقة السقلاوية مدفونين هم موحياء أمه الخوذة مالتهم هم مبدلاتهم شاركت هاي العملية؟ لا مشاركت هاي مختصاصي هاي تعتقد ان هذا الوضع راح يستمر يعني راح يستمر داعش بالتقدم يستمر باحتلال المدن ورقة بعد داعش ورقة احترقت تاريخ تاريخ الزبالة صار صار ثبت لهم من تاريخ الزبالة يعني تاريخ كشي ورقة احترقت انتهت لكن اليوم هاسم تستذكر هاي من تقعدوا تشوف كل شيء متوفر ما كنت تتندم على أيام زمان؟ كأمه هاسم ولدتني من جديد حياة طبيعية لو شوفنا يعني خلصنا من موت موت محقق ما نعرف اللي عليس عواق علينا نهاون ما نعرف اللي عليس عواق علينا صاروخ ما نعرف هم يكتلونا ما نعرف يجينا الحجد الشعب يكتلنا ما نعرف الجيش العراقي يقصفنا ما نعرف اظلنا حايرين يجي ايام خلي عوان دخلهم جوارينا نعرف هذا البيت مستهدف نقول احنا عناصر عندنا نشتغلها مخاف يستهدفونا نضم جهنب غير مكان اليوم شنو تحس اليوم بعد هالأزمة هاي؟ فرحة كبيرة هادا والنصر لي الشعب العراقي وكيف ترى المستقبل بالنسبة للعراق؟ ان شاء الله مستقبل جيد جدا ومستمر ونشوف الاحسن ان شاء الله يعني بعد مرحلة انتهاء العنف وانتهاء داعش هل تعتقد انه الامر ستتصلح؟ ان شاء الله بركة الجهد العراقيين والخيريين والناس الشرفاء اللي سهموا هذا الشيء هذا العمل اللي حررنا من الناس التكفيرين انت كشاب عندك افكار عندك طموحات ماذا تطمح لنفسك؟ هل ستعيد هواياتك؟ هل ستعيد ممارسة الحياة بشكل طبيعي؟ ان شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظ عياننا ويحفظ كل العراقين ان يكملون دراسة يتوجهون العمل اتمنى كأني أب جهالي يتخرجون أبا عم قدام عيني ماذا تقول لأطفالك؟ أطفالي أقول لهم يا رب أن الله يسعدهم أول شيء وشيء ثاني ما أحسس بين أبو شاركته هاي العمليات ما أريد أقولهم بين آني لأن تاريخه حيظل يسجل كيف تلخص أمنياتك وضموحاتك للعراق عموما ولي شخصك؟ كعامية العراق ما أريد أسمع بعض قتل حرب فلان مات فلان قال ما أريد أطلع بالشوارع أشوف صور مع الشهداء اللي يضحوا مدواماهم همام ذول الإرهابيين التكفيرين ما يعني داعش نقول قتل فلان هجر فلان اختصب فلان ما أريد أسمع بنا حتى عليك أقول على الأخبار نسمع العراق تطور صناعات بني عمارات معاملة تشتغل نحن نريد أطموحي بي وعائلتي نكمل دراسة يتوجهوني شيء صحيح تطينتهم إذا تطورت الأمور؟ إن شاء الله قدامكم وياريت مري جاية خاصة بعدنا يعني مو بس هذا تمر عليهم كل وقت أنا أجيكم ونصور يمكم وأتمنى يا ريت إن شاء الله نحن نريد نحرجك لماذا أجينا هنا؟ نريد نحرجك ونطلعك في مكانات ربما أنت ما تريد تطلع علي أنا ما أريد أطلع بيني أخافي وجهي أمام الكاميرا لأن تعرف بعض الإرهاب موجود أخاف يستهدفوني أخاف يعرفوني أخاف شيء ناس الشيء الغيظة بقلبها علي ونقولي فتحت صبحة جديدة وهاي الكون يا مواتي بيضة وإن شاء الله ظل دوم بيضة يعني تعتذر من المجتمع؟ أعتذر منه كل العراق أعتذر من الشريف رحمة الله منك توفيق بعد أن أيقنا أن حياة العنف والقتل والتفجير قد سلبت منه الإحساس بالأمان والشعور بالرضا عاد عمران أو المهندس كما كان يلقب قبل وقت ليس ببعيد عاد إلى مسقط رأسه ليعيد الحياة إلى مزرعة العائلة التي هي ليست مجرد مزرعة وإنما خزين الذكريات الجميلة عاد ليعيش بين تفاصيلها آمنا مطمئنا محاطا بالأمل مثل ما هو محاط برائحة الطين والماء التي تمثل له الحياة التي يريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر